كل سنة وانتم طيبين وحضراتكم بخير وبسعادة بالمناسبة دية يوم الحد بكرة أجازة ومحسوبة طبعا لو حد نزل هي محسوبة من الأجر طبعا من حق صاحب العمل اللي ينزل الموارزة وتحسب له يوم إضافي كل سنة وحضراتكم طيبين التلاتة اللي فات فجر التلاتة اللي فات توفى الفنان الجميل الله يرحمه هيسم أحمد زاكي ابن الفنان الكبير الله يرحمه أحمد زاكي طبعا من خلال البرنامج احنا بنقدم الشكر للنقيب الجميل الدكتور أشرف زاكي الراجل المحترم اللي يجري وراء التصريح لأن النيابة كان متحقق وبتشوف إذا كان فيه جريمة ولا لا الحمد لله ما فيش أي جريمة طبعا كمان كان فيه مشكلة في استلام الجثة لازم حد من زاوي يعني قانونا لازم حد من زاوي المتوفي أن يستلمه لإجراء عمليات الدف ما كانش فيه حد موجود الدكتور أشرف زاكي بشهامة ولاد البلد والجدعان راح وأنهى الإجراءات وطلع قرار من نابي العام باستلام الجثة للدكتور أشرف زاكي النقيب ألف تحية للراجل المحترم تحية كانت وجبة علينا ولكل فنان موجود على أرض مصر والوطن العربي بس موضوع هايسة محمد زاكي أنا شايف أن فيه حاجة لازم نقف عنده إيه هي هو راح الجيم بعد ما راح الجيم حس بإعياء وتعبان رجع البيت هم لقوا نايم على السرير وما فيش أي مشكلة بس فيه المكملات الغذائية اللي هي بتاعت الجيم والحاجات دي عايزين نخلي بالنا من الموضوع دا الموضوع دا ليه أعراض جانبية بل ويعني وممكن يكون قاتل في أوقات أخرى يعني أي حد من شبابنا يخلي باله أي حد بيروح جيم يقول لك هديك حقنا هديك مكملات الغذائية عشان العضلة تكبر وعشان تبقى يعني هركليز كلام دا يا جماعة نخلي بالنا منه سواء الأب أو الأمة أو الأسرة أو الشاب يخلي باله إن الحاجات ديك بتؤدي إلى مصائب كبيرة منها مثلا عدم الإنجاب منها حاجات كتير جدا وأهمها كمان الموت يعني لما يبقى الفنان هيسم أحمد زاكي مات بارتفاع حيات في الدورة الدموية ما دي أعراض من ضمن الأعراض غالبا بيبقوا في الجماعة ما فيش دكاتلة متخصصة في المجال دا ولكن الناس واخدينها يعني بالعمل كده وخلاص وفي ناس بتاخدها بالتجار يعني من خلال صباح بكرة أحلى أنا بقول لكل أسرة وكل شاب خلي بالك يا ريت المكملات الغذائية موجودة في الأكل وفي الفكهة في كل حاجة أنت ممكن تأكلها ما فيش داعي أنك تلجأ إلى الحاجات ديك ومن خلال برضو البرنامج أنا بتقدم للنائب العام بشكوى أنه يشوف آه هو مات هيسة محمد زاكي بارتفاع حد في الدورة الدموية والموت طبيع وما فيش أي مشكلة لكن أنا بعتقد أن المكملات الغذائية ديت هي كانت السبب فالمفروض أن احنا نحاسب الشخص اللي قاله أن ياخده وأي شاب يخلي باله أرجوكم المكملات الغذائية خطر أحمر نخلي بالنا منه آه نيجي بعد كده هوت بقى الإشاعات وعندنا النهاردة فيه إشاعات باختصار كده هوت عشان أهم الإشاعات الموجودة حاليا تفشي حمى مرض التيفوت في المدارس طول ما احنا بنتكلم يا جماعة في صباح بكرة أحلى تمالي بنقول الإشاعات وبنقول الحقيقة عشان هي دية الحروب الإلكترونية الحديثة مين مننا ما عندوش ولد في مدرسة يعني ما بياخدش تطعيم فيه طبعا وزارة الصحة بتنفي الكلام دوت أن ما فيش تفشي حمى تيفوت في المدارس لأن كمان فيه برنامج لأي أمراض موجودة بيبقى فيه تطعيمات لها ففيه برنامج مستمر وموجود وما فيش حاجة من الكلام دوت المراد منها بس من الآخر كده هو أن أنا أعمل بلبلة في الرأي العام عندنا كمان إشاعة بتقول فيه أدوية في الصيدليات بعد خمس سيامة منك أنت تاخدها يعني تسبب الوفاة طبعا وزارة الصحة نفت الكلام دوت جميع الأدوية الموجودة في صيدليات أو في مستشفيات أو في أي جهة خاصة أو حكومة كلها آمنة ما فيش أي مشكلة منها ونرجع نقول بيحصل ده للبلبلة مثلا عندنا إشاعة تاني بتقول وقف صرف السلع زي الزيت والمخصصات التامونية بالنسبة للبطاقات التامونية يعني الزيت والرز طبعا وزارة التضامن بتقولي الكلام ده مش مزبوط والمخصصات موجودة زي ما هي بل بالعكس عندنا فائد على مستوى أنحاء الجمهورية لمدة ثلاث شهر طيب إحنا كمان يعني إحنا ليه الإشاعات الإشاعات عشان تهدم البداء وتقلل من الجهد المبزول يمكن كمان الفراخ أسعارها رخصة يعني أروح أشيري فراخ 25 كيلو ولا واحد يروح يشيري وراك بعشرين جنيه كيلو ولا الكلام ده يعني معناه كده هو تبقى تأرخص من كيلو الجبن عندك حلوة المولد كل سنة وانتم طيبين الأسعار في متناول الجميع ونخلي بالنا أي حد أي تاجر جشع عايز يغلي في أي سلعا كانت أي أن كان يتم التبليغ عنه فورا عندنا النهاردة موضعين مهمين جدا في صباح بكرة أحلى الفقرة الأولانية معاكم زي كل حلقة مع المستشار يسري شهاب المحامب النقد الدستورية العلوية خبير جرائم المعلومات طبعا المستشار يسري شهاب الحلقة اللي فاتم ما كانش موجود كان عنده قضية والحلقة اللي جاية برضو هيبع عنده قضية ربنا يكتل براءاته هنتكلم عن الخيانة الزوجية في السوشيال ميديا عندنا الفقرة التانية نبض السعيد ومشاكل السعيد معانا المراسل الصحفي لجريدة بكرة أحلى الأستاذ وحيد الجبالي مدير فرع الجريدة في محافظة إنا هنتكلم عن مشاكل السعيد ونبض السعيد طبعا انتظرونا معانا دلوقتي المستشار يسري شهاب المحامب النقد شرفتنا أنا وسهل وردي بي صباح بكرة أحلى صباح بكرة أحلى وكل سنة وصعدتك طيب وكل سنة وكل المصريين وكل العرب وكل الأمة الإسلامية بخير بمناسبة ذكرى مولد النبوي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وأصحابه وسلم قبل الحوار كنت بتقولي المولد النبوي والحلويات والأسعار والغلاء الأسعار أنا اتسألت سؤال عن غلاء الأسعار فأنا أحب أقول لكل الناس أي تاجر جشع يغلي في سعر السلعة في طريقين يتاجئ إليه الشكوى لوزارة التموين والشكوى لجهاز حماية المستهلك علشان نحد من جشع التفجار طيب يعني نرجع بقى لموضوع حلقتنا النهاردة الخيانة الزوجية في السوشيال ميديا طبعا دلوقت كل واحد ماسك موبايل وماسك لاب وشغالين فيه بيحصل مشاكل كتير جدا لكن احنا عايزين نوجه للناس من ناحية قانونية ومن ناحية السيكولوجية إزاي نتعامل مع هذه القضايا طيب عندنا بنقول إزاي اتصرف الزوج في حال المحية القانونية طبعا في حال إثبات علاقة غير شرعية سواء الستة أو الراجل يعني احنا مش عايزين نرمع على الستة بس وراجل بس احنا منتكلم مع الطرفين عشان بس الناس بقى وضح لها الموضوع حل اكتشاف هذه الجريمة ايه اتصرف إزاي قانونة أولا علشان نقول إن فيه خيانة زوجية لازم الزوج أو الزوجة يتأكد ويتيقن من وجود هذه العلاقة الغير شرعية يعني يبقى فيه دلائل وقراء قوية تثبت للزوج أو الزوجة أن هناك علاقة غير شرعية أو علاقة خيانة زوجية فإحنا عشان نتكلم يعني الشيء الأولاني أن يكون هناك حال التلبس بهذه الجريمة إذا لم يكن هناك حال التلبس بالجريمة كان زمان وسائل الإثبات إنه هو يبقى فيه رسائل أو بعض المكاتيب أو بعض الصور النهاردة مع التقدم ومع التقنية العلمية الحديثة ومع الجرائم المعلوماتية في سوشيال ميديا والنت والفيس بأصبح وسيلة من وسائل الإثبات يعني عندما يتأكد أن هناك علاقة غير شرعية بطريقة الإثبات اللي موجود على السوشيال ميديا اللي هي بعض الصور وبعض المكاتيب وبعض الرسائل وبعض المكالمات الزوج في أي وقت يحرك هذه الدعوة أما الزوجة ليس له حق تحريك دعوة الزنا ضد الزوج إلا إذا تم ضبط الزوج على فراش الزوجين لا 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 ده إلا المعيار بمعيارين دي يا سيادة المستشاة الحكاية دي شمعنا الست ما تنفحش والرجل ينفع والله هو القانون قال كده لأن دي الدعوة الوحيدة اللي لا يتم تحركها إلا من قبل الزوج أو الزوجة يعني في مادة واحد ومادة اثنين ومادة ثلاثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تحرك دعوة الزنا إلا بناء على شكوى إذا كانت شافهية أو كتابية من قبل الزوج أو الزوجة للسيد مأمور الضبط القضائي أو السيد وكيل النائب العام أو مباحث الانترنت زي ما احنا ما تكلمنا في القانون 175 لسنة 2018 الخاص بالجرائم المعلوماتين أيها بس انت بتقولي إن هو تستتمل هاش الحق لأ ليها الحق ولكن هي على مجال أوسع للرجل يعني الرجل إذا رأى دلائل أو قرائل تشير من قريب أو بعيد على ارتكاب الزوجة جريمة خيانة الزوجية فيتقدم بشكوى في أي وقت أما الزوجة لا تقوم بتقديم هذه الشكوى إلا إذا تم ضبط الزوج على فراش الزوجية يعني ما يمتعش على السوشيال ميديا السوشيال ميديا دي وسائل إثبات جديدة ما أصي برضو الخيانة الزوجية درجات وزينا درجات يعني ما نجيبش خيانة زوجية عن طريق الرسائل زي حالة التلبس بالزنة أو ما نجيبش حالة مثلا الرسائل والصور والمكالمات زي حالة التلبس على فراش الزوجية هناك اختلاف نص المادة 300 وتطع من قانون العقوبات عاقب الزاني وعاقب الشريك وعاقب الزوج وعاقب الزوجة في حالة الخيانة ولكن برضو الخيانة درجات وده اللي احنا بنتكلم فيه طيب الخيانة درجات وطبعا مبروك للرجالة اللي هم وضعية مختلفة في الجزئية دي سأنا شايف اللي لازم يبقى فيه مساواة طيب يا ترى المستشار يصري شهاب هل العلاقة إعلاقة اللي هي الصداقة ما بين الأطراف وبعضيها يعني صداقة غريب هل بتجرمها يجرمها القانون يعني أبعت له وردة يبعت لي لايك يبعت لي مش عارف إيه سور حب كلام ده هل دوة الصداقة بتجرم قانونا أولا الصداقة أجمل أنواع العلاقات الإنسانية ده بصفة عام لكن انت معليك النهاردة بتتكلم على الصداقة على السوشيال ميدي كيف تتم الصداقة في مجتمع غير صادق النهاردة انت بتصاحب حد على الفيس ممكن يسمي نفسه ظهرة الرحمن أو الوردة البيضة أو الوردة الحمرة تعرف هل انت تعرف شخصيته إيه جنسه إيه ممكن يكون ولد ويطلع بنت ممكن تكون بنت وتطلع ولد ممكن يكون متدين ويطلع مش متدين منحرف ممكن يعلق منشورات إسلامية وهو ملوش علاقة بالإسلام ممكن ينزل منشورات أخلاقية وهو لا يستطيع علاقة بالأخلاق فهنا كيف تتم الصداقة فالصداقة إلا إذا بقى كان هناك إيه أحد المقربين والمعرفين لك شخصيا فتتم الصداقة إذا كانت الصداقة بتتم في الشرع العادي فتتم على طريق السوشيال ميدي بس يكون في معرفة سابقة بهذا الشخص أو بهذه الفتاة فتكون العلاقة صادقة وسليمة تمام يعني هل في فرق بين حد يعني الصداقة مع حد عرفه وحد ما عرفوش من ناحية القانونية هل في تجريم للصداقة على الفيس إنه يبعات لي وردة يبعات لي ليك يبعات لي صورة فيها حب الكلام ده كله هل ده يؤخذ على محمل الضد يعني؟ لا طبعا إذا ما كانش فيه تجاوز يعني إذا كانت العلاقة حميمة وما فيهاش أي نوع من أنواع المشاكل ما لاش علاقة حميمة دي يا سيد المصدق لأنها تجرب قانونة لكن خلينا نقول علاقة صداقة بتنشأ فيها نوع من الصدق أصلي الناس هتفهم غلط لا 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 إحنا بنتكلم في العلاقة تبقى علاقة صداقة والصداقة جاية من كلمة صدق فطالما فيه صدق يبقى فيه علاقة سليمة ومزبوطة لكن السوشيال ميديا كلها أشخاص وهمية صحيح فكيف تتم الصداقة في هذا؟ إذا ما كنتش تبقى عارفه ما ينفعش ما ينفعش خال طب سيادة المستشار هنا فيه لو مثلا الزوج أو الزوجة يعني أيا كان من فيهم يعني دخل لقى الزوج أو الزوج في وضع مخل على كاميرات السوشيال ميديا هل ده يعتبر وضع تلبس؟ طبعا ليه؟ لأن أنا أقول له حضرتك التقنية الحديثة زادت وسائل إثبات فالنهاردة الكاميرا والتصوير ده وسيلة من وسائل إثبات طالما أن هناك إثبات يبقى هناك حالة من حالة التلبس طيب هو يثبت إزاي؟ وده خلق أكيد هل يصورهم بالموبايل ولا يعمل إيه؟ مش يصورهم إحنا تكلمنا في القانون 175 سنة 2018 ومباحث الجرائم المعلوماتية الحاجات دي كلها بتترسد وممكن تتصور وممكن تتسجل بناء على هذا بيتقدم سعادة الزوج إلى النيابة العامة والشكوى دي بتقدم في خلال مدة أقصاها ثلاث شهور يعني بعد ثلاث شهور ملوش حق طب ده كلام من سيادة المستشار يسري شهابي المحمد بالنقد بيقول يا جماعة ثلاث شهور يعني اللي عاوز يبلغ ما يستهدف ثلاث شهور ومين ولو خمس ايام لأن قانوناً زي ما قال سيادته ثلاث شهور ده حد أقصر صح يا تريبي ثلاث شهور طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية معاك يوم اثنين ثلاثة شهر اثنين ثلاثة ثلاثة ثلاث شهور لا تحرك الدعوة الجنائية بعد ثلاث شهور بس برضو عايز أقول المعلومة مهمة أن دعوة الزنا أو دعوة الخيانة الزوجية لا تقام إلا بناء على شكوى يعني الدعاوة العادية والمحاضر العادية أي حد بيرى جريمة بيبلغ عنها الجريمة دي تحديداً لا يتم رفعها إلا بناء على شكوى كتابية أو شفاهية إذا كان من الزوج أو من الزوج لفين بقى؟ إلى النيابة العامة لازم يتوجه لنيابة العامة ما ينفعش محضر عادي لا ينفع محضر عادي ينفع يتقدم ببلاغه في أي مكان ينفع يتقدم بالبلاغ إلى مأمورة ضبط القضاء في الأقسام ينفع يتقدم ببلاغه إلى مباحث الإنترنت ينفع يتقدم ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة ولكن في جميع الأحوال لا تحرك هذه الدعوة إلا بناء على شكوى من الزوج أو من الزوجة وهذه الشكوى في مدة أقصاها لا يزيد عن سلط شهر ما شاء الله كلام جميل جداً الشكوى لغير الله ما زال سيادة المستشار لكن اللي عايزيني أقول برضو يا طارى بقى هنا في حاجة لو الزوجة أو الزوج شك في الطرف الآخر لديه علاقة يعني غير سوية هل من حقه أو من حقها أنها تروح أو يروح للنائب العام أنه هو يرائب أو ترائب تليفونه أولاً المرائبة دي دي حرمة الحياة الخاصة التعدي على حق الحياة الخاصة لا يجوز لأي إنسان أن يتعدى على حرمة الحياة الخاصة بإنسان آخر ولكن إذا وجد الزوج أو الزوجة دلائل قوية تشير من بعيد أو قريب على أن هناك علاقة غير شرعية فيتوجه بهذه الأدلة إلى النيابة العامة تمام والنيابة العامة يعني معلومة هامة جداً أن إذن التسجيل والمراقبة لا يصدر من النيابة العامة أي يصدر من قاضي التحقيق تمام فهو بيعرض الأدلة والقرائن على عدالة النيابة العامة وعدالة النيابة العامة بتعرضها على قاضي التحقيق وما يتراء لها من وجهة نظر إذا لقيت هذه الدلائل قوية فتعطي إذن بالمراقبة والتسجيلات إذا لم تجد هناك قرائن قوية مش هتدينه ولا إذن ولا بالمرأبة ولا بالتسجيلات ليه؟ علشان حرمة الحياة الخاصة لو حد تعد على حرمة الحياة الخاصة ارتكب جريمة كل واحد يه حياته الخاصة ممكن يكون هناك شكوك وظنون ليس لها أي أساس من الصح وممكن يكون الظنون والشكوك تحصل في النهاية النتيجة فيئة أو نتيجة صحيحة فعشان كده النيابة العامة بتتأمنى في إعطاء هذا الشخص الإذن بالمراقبة أو التسجيلات وغالبا ما بترفض هذا لأن التسجيلات دي بتعطى في الجرائم اللي بتخص الجرائم اللي بيتعرض لها الموظف العام والحكومات والدول الجرائم الهمة أما الجرائم الخاصة النيابة بتتأمنى أكثر من مرة حتى تعطي إذن بالتسجيل أو المراقبة طيب يعني فيه تأني في الموضوع ده تأني جديد جدا يعني طب أنا دلوقتي لو واحد راح يبلغ وقال لهم يا جماعة أنا هو عندي إثباتات ودي الصفحة بتاعتها وقد يكون ربما يكون ملفاءها يعني تمام هل القاضي هنا هو بيجيب الستة أو بيجيب الراجل أي أن كان من المبلغ ومن الظالم ومن المظلوم يعني هل بيجيبوا ويسألوا بعدين رائب ولا الكلام ده بيبقى ليه ترتيب مختلف لا لا هو مش ليه ترتيب مختلف ولا بالصورة اللي حضرتك بتتكلم كده أي هو الموضوع إيه؟ الموضوع أن أنت شفت حالة تشككت في أمر ما واستنعت ولا ما استنعتش ولا الدلائل موجودة حقيقة لا في دلائل مثلا على فكرة أنا بسأل أسئلة الجمهور المشاهدين إذا كان هنا إذا كانت الدلائل دي مصطنعة فالنيابة العامة هتكتشف الكلام ده النيابة العامة دي جيها التحقيق صارمة وعادلة وهتتوصل في النهاية إلى حقيقة الأمر يعني لو فيه راجل أو ست أي كان يعني فيهما بتكلم عن الراجل أو الست بيلفق لحد منهم صفحة مثلا داخل من اللاب بتاعها عمل لها صفحة ولفق لها حاجات على أنها بتكلم حد أو العكس مثلا جريم التشهير تشهير وتزاز تكلمنا فيها الحلقة اللي فاتت يعني برضو كزوج أو زوجة طالما أن هناك استناع لأدلة فهذه تعد جريم مجرد أنه يصطنع دليل ضدك أو ضدي أو ضد الزوجة أو ضد أي شخص ما ده في حد ذاته جريم استناع الدليل الوهمي الخطأ دي جريم لكن إذا كانت الدلائل قوية وسليمة أن يبقى بتتأنى فأن تعطي هذا الشخص إذن بالتسجيل والمراقبة حفاظا على الكهن الأسر جميل طب حضرتك كنت قلت أثناء مثلا فتح الكاميرا يعني أحيانا مثلا واحد بيكلم واحدة مثلا على أن هو فلاني لفلان فتقول له أنا طبعا أنا عايزة تأكد أنك أنت فلان طب ما يمكن حد تاني فيفتح الكاميرا فيجد مشهد مخل وهي بشكل غير لائق فيتم غلق الكاميرا في الحالة دي هل يحسب من الناحية القانونية؟ هو هنا حسن الناي الراجع هو حسن الناي هو ما يعرفش أن هناك جريمة لكن لو تمادى في هذه الحدثة هل هي متزوجة ولا مش متزوجة وانفهم بقى الناس وليه حاجة جميلة جدا أنه إحنا في كل مرة يوسري بيشهاب بيوضح للناس الحاجات المشاكل اللي موجودة حوالينا من ناحية قانونية إذا كانت مش متزوجة فده يعد فعل فاضح أما إذا كانت متزوجة فده يعد شريك في الخيانة الزوجية وكل من ساعد وكل من شارك وكل من اتفق على ارتكاب جريمة يعاقب معاقبة الفاعل الأصل يبقى هو هنا شريك في قضية الزنا أو شريك في قضية الخيانة الزوجية مع الزوج تعال هنا سيادة المستشار لو حد كشف القصة دي كان مسجل على مثلا على البريد الإلكتروني هذه المحاة دسة مثلا وهي حدثت مثلا وبعدين تم اختراقها وتم فتحها هل يترى هنا الزوج الزوج اللي هو زوج الأخرى ماشي هل من حقه هنا هو تيرفع القضية على مين على الشهر ولا على الشارك ولا على امراته لا هو اللي شهر ده أي حد يرفع ضده القضية أي حد يقوم بالإبلاغ عنه ده تشهير يعني جميع الأطراف بما فيهم المتهمين ممكن نرفعه على قضية طيب لو حد حد من الجمهور آه حق التبليغ كل من شاهد جريمة يبلغ عنها ده حق التبليغ لكن الخيانة الزوجية لا تقام إلا بناء على دعوة مستقلة بشكوى شفاهية أو كتابة من الزوج أو الزوجة حالة يعني الزوج لو هو ملهوش مزاج انه يبلغ عن مراته عشان خطر الولاد وانا غلطانا وما يحصلش كده تاني خلاص أو ده كمان الأجمل من كده إيه ده الأجمل من كده أنه لو قامت الجريمة وقامل تبليغ ونفذوا العقاب وتم حبس الزوجة الخائنة أو الزوجة الخائن يجوز للزوج أو الزوجة المجنى عليهم في هذه الدعوة التنازل عن هذه الدعوة في أي مرحلة كانت عليها الدعوة آه يعني نفترض النهاردة أن الزوج اتحبس بتهمة الخيانة الزوجية لمدة سنة والأثناء يا يسري بيستنى هو كمان أنت مش قلت الزوجة مش من حقها أن ترفع قضية على الزوج إلا في حالة تلبس آه إلا في حالة إذا كانت التلبس على فراش الزوجية آه لكن لو على الكاميرا والسوشيال ميديا لا ترفعها برضو النهاردة التقنية الحديثة دي بقت وسائل إثبات ما كانتش موجودة في القانون وسائل السوشيال ميديا والتقدم العلمي والجرائم المعلوماتية بدليل أن تم استحداث قانون لتفعيل هذه الوسائل الإثبات في القانون الجديد لكن قبل كده ما كانش موجود لكن اللي أنا بقوله إيه النهاردة قامت الزوجة برفع دعوة زنة ضد زوجها أو قامت الزوج برفع دعوة زنة ضد زوجته العقوبة هنا أصلا عقوبة الزوج بالسجن عقوبة الزوجة تعاقب بالسجن لمدة سنتين لا تزيد عن سنتين إذا تم إدانتها بواقعة الخيانة الزوجية تمام أما الزوج يتم حبسه مدة لا تزيد عن ستة أشهر طيب كويس الأهم من كده بقى إيه نفترض أن الزوج بينفذ أو الزوجة بتنفذ القانون قال أن يجوز التنازل عن هذه الدعوة في أي مرحلة كانت عليها هذه الدعوة حتى لو كان محبوص حتى لو في السجن وجات الزوجة عايزة تتنزله تتنزله بس بشارط إيه هو أن يتم استقناف العلاقة الزوجية آه غير كده لا عشان يبقى ده دليل على التنازل ومش دليل على أنهم بتخرجوا عشان تنتقم منه أيها عشان ينتقم منه لازم يكون فيه استقناف للعلاقة الزوجية واستمرارية العلاقة الزوجية طيب والله ده كلام جميل جدا بس عشان خاطر برضو الوردة البيضة والوردة الحمرة تخلي بدنا منها فطالما يسري بي بيقول طالما أن العلاقة ما استمرتش على الكاميرا فيبقى كده هوت ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة لكن لو استمرت فبس امسك واحنا احنا حذرنا من جرائم السوشيال ميديا وقلنا أن كلها علاقات مشبوهة وعلاقات وهمية فكلنا لكل شاب وكل فتاة وكل ابن وكل بنت أن يحذروا في التعامل على صفحات الفيسبوك لما نراه من جرائم طيب الخيالة الزوجية بقى يعني احنا تكلمنا من ناحية القانونية عايزين ناخد رأيك من ناحية النفسية السيكولوجية بقى أنت بتقول إيه هنا هوت للزوج وللزوجة في علاقتهم ما ممكن هي بيقولك كل حاجة لها خطوات يا يوسر بي فطيب هل العلاقة الصداقة الشريفة العفيفة لها خطوات أنها ممكن تصل إلى حال ما معايد بس يعني حضرتك هو أي علاقة بين رجل وامرأة لازم يكون فيها نوع من أنواع الحذر أولا المرأة المتزوجة لا يجوز لها أن يكون لها صديق احنا في مجتمع شرق ومجتمع إسلامي ما ينفعش الزوجة تصادق أو تصاحب أي حد أي أن كان مين هو عندها جزهة عندها ابنها عندها أخوها عندها خالها عمها أقاربها فهي دي العلاقات اللي موجودة لكن علشان تيجي تقول أن المرأة يبقى لها علاقة بأي أحد آخر يبقى لها تكون علاقة صداقة طيب عايزين نقول أن احنا عايزين تقول كلمة أخيرة بمناسبة المولد النبو الشريف وبمناسبة جرائم الجرائم بتاعت السوشيال ميديا في آخر الفقرة مع القانون اللي احنا يعني تملي بنستفيد والسادة المشاهدين بتستفيد منها مع يوسر بيشهاب المحابب النقضة الدستورية العلية الخبير جرائم المعلومات عايزين حاجتك تقول لنا كلمة أخيرة أنا طبعا كلمة أخيرة أنا سعيد جدا بلقائي دايما مع حضرتك واندي بيو وزيري استنعني نقول لك على حاجة أنت عملك في القضية عشان بس نقول لا كسبنا الحمد لله لا تقول إيه حكاية ما فيش وعي تنضرب عين خلي بالك في مصلان في الإجراءات القانونية بتساعد المحامي على أنه يثبت البراءة للمنتهج الزباب اللي عندنا على صباح بكرة أحلى أن على طول ياخد براءة كلمة أخيرة كلمة أخيرة أنا سعيد جدا بأن أنا دايما مع وجد بيو وزيري حبيب الإعلامي الجميل الرائع المتميز وأنا بقول لكل المصريين وكل المسلمين وكل العرب أجمعين كل سنة وانت طيبين بمناسبة ذكر المولد النبوي الشريف ويا رب دايما نكون على خير وبصحة جيدة وتمام والحمد لله الحمد لله فنان القانون وعازف على أوطار القانون الفنان الجميل المستشار يسري شهاب المحام بن نقض ودستورية العليا خبير جرام المعلومات صباح بكرة أحلى صباح بكرة أحلى أعزائي المشاهدين انتظرونا في الفقرة القادمة مع نبض ومشاكل السعيد والمراسل الصحفي لجريدة بكرة أحلى الأستاذ وحيد الجبالي مدير فرع الجريدة محافظة إنا انتظرونا بعد الفاصل